اشتركوا في القناة حين على الاقل امام الكاميرات كان هناك توافق بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم وفي ظل حرب مندلعة مشتعلة بين الجيش والدعم السريع كيف يعني يصار الى حراك يقارب في رؤيته للحراك السابق شكرا جزيلا في الحقيقة هناك حراك كالان جاري في القاهرة وهناك حراك اخر ايضا يجري في العاصمة الاثيوبية ليس ابابا وهناك العديد من التحركات الشعبية وغيرها ولكن الاهم في هذه الجزئية لطالما ان الحرب مستمرة الان في سودان ما بين الاطراف او اطراف الصراع فهذه التحركات لا تعدوا اكثر من كونها اماني انه احنا نتمنى ان توقف الحرب اولا حتى يمكن ان نجد ارضية لننطبق فيها ما نقول لربما يعني انا استمعت الى التقرير الشيء الذي يجري في القاهرة الان اجد نفسي اتفق مع كثير من من قيل وكتب في موضوع القوى السياسية والتراضي الوطني او هذه الكتل الكتلة السودانية الكثيرة الا ان هناك جزئية واحدة اجد نفسي مختلفا معها تماما انه احنا يعني نحشد الدعم الشعبي وغيره لدعم طرف من اطراف الصراع هذا لا يمكن ان يؤدي الى تسوية سياسية في السودان فاذا كان هناك رغبة حقيقية من القوى السياسية والكتلة السياسية الموجودة سواء كانت الان في القاهرة او في ادس ابابا هذه الكتل اذا انحازت لأي من اطراف الصراع فيبقى اذا هذا الحديث يعني انه هذه الكتل كانت اصلا منحازة يعني سيد جبريل للجيش عندما نتحدث عن كل الكتلة الديمقراطية عندما نتحدث عن يعني تيار مني اركم الناوي او جبريل ابراهيم او الاتحاد الاصل اصلا في وقت الاتفاق الاطاري كانت كلها منحازة للجيش السوداني او للبرهان وما زالت منحازة الى البرهان ولكن هذه الوضعية يعني ان هذا اللسان هو لسان القوات المسلحة هذه الفرضيات وهذه الاتفاقيات التي يتحدثون عنها والمذكرات التي يوقعونها انما هي مذكرات تعبر عن لسان الجيش نحن نرى انه هذه الوضعية لن تحدث سلاما ابدا وهذا يعني انه احنا مقبلين على ايام سيئة حتى اسوأ من الذي رأيته في التقرير الحديث عن استقرار نسبي او غير نسبي الحديث عن دعم طرف من اطراف الصراع هذا لا يخضي الى تسوية سياسية اذا كانت القوى السياسية طب هذا الحلاك اذا ما الفائدة منه يعني ساد جبريل يعني نعود صراحة للسؤال الاول يعني هل هي رسالة للدعم السريع بان مشروع الجيش او مشروع البرهان سيسير هل هي فيها رسالة تتحدى من خلالها قوات الدعم السريع واحمدتي استطيع ان اقول بكل منطق هذا حبر على ورق ليس اكثر ولا اقل هذه محاولات من هذه الكتل التي لا وجودها على عرض الواقع لارضاء الجيش ليس اكثر ولا اقل هذه الكتل التي تتحدث عنها الان عندهم من يقاتل بجانب القوات المسلحة 13 شهر وما زالت المعركة تراوح مكانها ما زالت القوات المسلحة في مكانها وما زالت قوات الدعم السريع في مكانها وما زالت كتائب الاسلاميين الجهادية في مكانها وبالتالي هذه ترضية للقوات المسلحة ومحاولة لتحليل ما يمكن ان يدفع لهم من قبل القوات المسلحة فلطالما ان القوات المسلحة تدفع لها ولاي الناس فلابد من قيام مثل هذه المؤتمرات لترضية القوات المسلحة انا ارى انه ان لم تجمع هذه القوات السياسية كلها كتلة الديمقراطية على غيرها التقدم على غيرها كل القوات السياسية الناضجة في السودان الحريصة على ايقاف الحرب ان لم تجمع على عدم دعم اي من اطراف الصراع ان لم تجمع على كلمة واحدة وقف الحرب في السودان فكل هذا يكون حبر على ورق لن يستطيعوا ابدا ان يشكلوا اي اطراف اسمحني ايضا سادة جبريل ما دمت مدام جنابك تتحدث عن الوحدة وضرورة وجود نظرة موحدة تجاه حل الامور وانهاء هذه الحرب يعني انتم حتى داخل حركة العدل والمساواة لم تتفقوا حتى داخل العدل والمساواة انقسمتم انقسمنا لانه هناك قضايا حقيقية وقضايا جوهرية القضايا الجوهرية واصلا برضو يعني البرهان واحمدتي اختلفوا بحسب ما يروجان ويسوقان ويقولان لقضايا جوهرية كل طرف يقول ان هذه القضايا وطنية صحيح طبعا ولكن ما يمكن ان يؤخذ به هو القابل للمنطق يعني الان اذا كان انا اقول انه لابد من ايقاف هذه الحرب وشخص اخر من العدل المساومة لان يقول انه لابد من مواصلة الحرب الى اخر جند عسكري او الى اخر مواطن سوداني ايهما يكون ان يكون حقا الحق ان توقف تعمل بكل ما تملك من قوة لايقاف هذه الحرب هذا هو المنطق هناك اطراف احنا اتفقنا على انه اذا قامت هذه الحرب لا يمكن ان ندعم اي من اطراف الصراع الذين يتحدثون الان في القاهرة هم مش دعموا القوات المسلحة بل اصبحوا جزء من القوات المسلحة هذا مخالف لموقف حركة العدل المساوى ولتاريخ حركة العدل المساوى ولمبادئ حركة العدل المساوى السوداني هؤلاء يعبرون عن انفسهم ويعبرون عن الاموار التي يدفعت له الى اي مدى انتم اليوم يعني سيد جبريل الى اي مدى او ما الرسالة التي تحملونها لقوات الدعم السريع لانه كل الحديث او كل تصريحاتكم لعلها تحشد بشكل او باخر تجاه الجيش السوداني وليس لقوات الدعم طيب احنا في حركة العدل المساوى السودانية وجدنا نفسنا قبل ان ينشأ الدعم السريع هنا حركة تأسست في العام 2002 زمن ذلك ما كان وجود في دعم سريع الدعم السريع تأسس في العام 2014 صراعنا مع القوات المسلحة ومع ماليشيات المؤتمر وطني والنظام السابق سابق لانشاء الدعم السريع وبالتالي اذا كان الان حدست مستجدات في 15 ابريل 2023 هذا لا يعني ان العدل المساوى سبقت موقفها مع موقف الدعم الدعم السريع هو الذي وجد نفسه موجود في صف العدل المساوى المعروف في تاريخ 15 او 20 سنة الماضية كان مواقفنا واضحة ضد مؤسسة الاجهزة الامنية بشكل عامس وان كان قوات المسلحة الشرطة وغيره انه هذه المؤسسات هناك اختلال في تشكيل هذه المؤسسات هذا موقف عنده 24 سنة حتى هذه اللحظة ولكن الذي يمكن ان اقوله ما اقوله لقوات المسلحة الآن هو اقوله لقوات الدعم السريع انه لابد من ايقاف هذه الحرب لابد من ايجاد مخرج اقول هذا للقوات المسلحة واقول نفس هذه العبارات لقوات الدعم السريع أبداً لن تقيد حركة العدل المساواة دعماً للقوات المسلحة ولا للدعم السريع حتى إن وجدت دعم السريع نفسه في موقف حركة العدل المسلحة إذن من لندن جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة شكراً جزيلاً على وجودك معنا